في قصص الشعوب تكون البيئة هي العامل الأول لمقياس الحضارة وفيما نعيش دراجعا بيئيا بفعل الحرب الأخيرة يحاول صندوق النظافة والتحسين في مدينة عدن العمل على إعادة تحسين وجه المدينة من خلال نقل المخلفات القمامة من المنازل إلى السيارات هذه العملية سبق وأن عملنا فيها من 2006 ولكن توقفت خلال الحرب الآن نحن نعيد إلى هذا النظام النظام هذا سيكون ناقح هو نقاحه مرهون بمساعدة المواطن بالتزام بالمواقيت ونحن نطلق من الأخوة في مكتب النظافة ونحن سندعمهم بكل ما أوتينا من قوة بنقاح هذا النظام بالمعدات، بالآليات، بالعمال، بالحوافز، بالمكافأات بدأنا اليوم في عملية التدشين لأخذ القمامة من المنازل بصورة مباشرة إلى بابور النظافة وتم تخصيص الفترة الصباحية لأصحاب المطاعم والفترة المسائية للمنازل وإن شاء الله ستعمل هذه الحملة جميع مديريات محافظة عدن الثمان افتداء من التواهي مرورا في المعلة وخورمكسار وكريتر وبقية المناطق هذه الحملة التي بدأت في مديرية التواهي وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تحسين بيئة المدينة للتخفيف من حدة تجمعات القمامة في الأحياء السكنية اليوم نقوم بتدشين عملية حملة النقل المباشر للقمامة من المنازل مباشرة إلى السيارات وهذه الحملة تبدأ بأحياء معينة في المديرية من أجل البدء في هذه الحملة الحملة هذه بتدشن في محافظة عدن كاملة لكن بدأ من مديرية التواهي الحملة هذه بتعمل لنا نقلة نوعية في تحسين وضعية النظافة في المدينة وفي المديرية ونتمنى أن نتعمها على جميع حياة المديرية عندما توفر كمية أكبر من عدد الآليات والسيارات لنقل القمامة النقل هذا بيخفف علينا مواقع الأمراض والأوساخ التي كانت في مواقع القمامة لكن من خلال هذه الحملة ومن خلال هذا العمل النوعي سوف تتحسن حياتنا وبيئتنا الصحية هناك برنامج في صندوق النظافة في قاعد العدن إن شاء الله نظيفة ولائقة تليغ بمكانتها إضافة إلى تشكير الحدائق والجزر التي تتوسط الخطوط الرئيسية على المواطنين أن يعملوا على التجاوب الإيجابي مع مثل هكذا حملات تهدف لحماية المواطن والبيئة على حد سواء ليتم معها تثبت مثل هكذا آليات تهدف بالارتقاء في واقع الشعوب ما يجب أن يتضمن وعي أكبر من قبل الجميع مواطنين وعاملين ومسؤولين أقول لإخوان المواطنين يجب التقاوب والاستقابة مع هذه الحملة من خلال التوعية التي قامت بها زملائنا في صندوق النظافة وعملوا توعية وعملوا آلية العمل فأنا أوجه للإخوان المواطنين أن يحطوا أنفسهم ويحطوا أبنائهم وأسرهم إلى العمل بآلية الصندوق هذه والتقاوب معنا حتى أن تكون هم الصدى الإيجابي لنا في هذه الحملة أدعي المواطنين للتعاون مع الأقوى العمال المنظافة في تحسين هذه المدينة الذي عانت كثير من قثر الترسبات والأمراض بسبب المجاري والحفريات والطرق أمنيات أن تشمل هذه الحملة كل المدينة وتستمر بشكل دائم وأوسع يشمل معها التشجير وتحسين المظهر المدينة والمديرية ومع كل حسنة تبقى الأرض لنا جميعا ويبقى وطن الإنسان هو بيئته ومجتمعه ولا ينهض أي مجتمع حضاريا إلا حينما يجعل نصب عينيه ركائز تظهر بيئته بشكل نظيف وراق تليق بحضارة أرض كانت يوما تاريخ الشعوب